مشاهدين التسعب توقيت القاهرة مجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضل يدينا شكرا لك بسانت التسعب صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نعى الرئيس عبدالفتاح سيسي بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى رجال وقائدا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء وقال الرئيس السيسي خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعية إن الشيخ خليفة بن زيد آل نهيان قدم الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم وأشار الرئيس السيسي خلال المنشور إلى أن الشيخ خليفة كان محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال هذا وتقدم الرئيس السيسي باسمه وباسم الشعب مصر بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل دعينا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة رحم الله الفقيد أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة ونعت رئاسة الجمهورية الشيخ خليفة بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح سيسي نعى لمصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية أخا وصديقا من أعاذ الرجال ليعرف باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة النهيان الكريمة والحكامي وشيوخي وشعب دولة الإمارات الشقيقة داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته وأوضح متحدث الرئاسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعية أن الأمة العربية فقدت أحد رموزها المخلصين المخفور له الشيخ خليفة بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة زعيما حكيما وهب حياته لبلاده وأمد أياد الأمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائل دول الأمتين العربية والإسلامية امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الأمارات أرصاه والده المخفور له الشيخ زيد النهيان حكيم العرب وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء ولتحقق الأمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم وصرح متحدث الرئاسة بأن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى بواقف الشيخ خليفة النهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية وذلك تنفيذا لقرار هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية ويدل الناخبون اللبنانيون غدا الأحد بأصواتهم في جولة واحدة بنظام القائمة النسبية في 15 دائرة انتخابية كبرى و26 دائرة انتخابية صغرى على مستوى الجمهورية اللبنانية ويتنافس في الانتخابات 817 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية على 128 مقعدا موزعين مناصفة بين المسلمين بمختلف طوائفهم والمساحيين ببطوائفهم أكدت وزارة الدفاع الأمريكية بانتاجون أن دعم واشنطن لأوكرانيا سيتأثر في حال عدم موافقة الكونجرس على تقديم المساعدة التكملية لكييف التي تبلغ 40 مليار دولار وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنه لم يوافق الكونجرس بحلول 19 مايو فأن ذلك سيبدأ في التأثير على قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا دون انقطاع وكان مجلس النواب الأمريكية قد أقر مبلغ 40 مليار دولار إضافي لكن مجلس الشيوخ فشل في تمرير مشروع القانون أيد وزراء خارجية دول المجموعة السبع الكبرى تقديم المزيد من المساعدات والأسلحة لأوكرانيا وعلى الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل أن الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي ستوافق في الأسبوع المقبل على مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قيمتها 500 مليون يورو معربا عن ثقته بأن الاتحاد سيوافق على حظر استيراد النفط الروسي قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا إضافة إلى إصابة 288 ألفا ومائة شخص وسط تفشي للمرض وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج قال إن تفشي كورونا يمثل ما وصفه بالكارثة الكبيرة وأوضح أن كوريا الشمالية يمكن أن تتعلم من تجربة الصين في مكافحة المرض ختم مجزء التاسعة فاصل وضح لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر